السلام عليكم متابعين قناة بن ديجل سبورت وياكم أنس صلوا على النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام فاجر المقطع باللايكات واشترك بالقناة وفعل الجرس وشارك المقطع لأصدقائك ليصلكم كل جديد المنتخب الوطني العراقي يتعادل مع عمان في افتتاح خليجي زين 25 تصريح مدرب منتخبنا الوطني العراقي كاساس يقول لن تكون مشكلة إن لم نحقق قئس الخليج وهدفنا التأهل للمونديال القادم هدفنا الرئيسي هو التأهل للمونديال القادم ومباراة اليوم هي الخطوة الأولى لدينا لاعبين مهمين في المركز رقم 10 لكننا واجهنا منتخب جيد لدينا فريق جيد ولا أريد الحديث عن لاعبين خارج المنتخب كيف تقيم أداء منتخبنا الوطني العراقي أمام عمان في افتتاح خليجي 25 من 10 كيف تقيم أداء أمير العمار من 10 في مباراة اليوم صراحة اليوم أكثر لاعب قطع كرات هو أمير العماري ضرغام اسماعيل أفضل لاعب في مباراة افتتاح خليجي 25 ضد عمان ضرغام سجل ضرب حرة جميلة كانت في العارضة كاد أن يأتي هدف جميل للمنتخب العراقي بهذه الكلمات غراد المعلق الجزائر الشهير حفيظ الدراج حول افتتاح كئس الخليج يقول حفل افتتاح خليجي 25 يليق بأهل البصرة وشعب العراق يليق بعراقة بلد وحضارة أمه عمرها آلا في السنين لا تزال حاضرة وراسخة رغم كل ما تهرضت له من سوء عبر السنين حفظ الله العراق وشعبه مدرب المنتخب العماني برانكو يقول العراق يمتلك لاعبين جيدين وعلى مستوى عالي والجمهور كان له تأثير كبير على نتيجة المباراة عشنا في الافتتاح نحن واللاعبون أجواء استثنائية قد تكون لأول مرة في مسيرتهم وحيي لاعبي فريق على تحملهم الضغط واللعب في هكذا أجواء أمامها كذا جمهور غفير لا أفهم لماذا تعتقدون بأن المنتخب العراقي منتخب سهل ونستطيع الفوز عليه بثلاثة أهداف واجهنا منتخب أفضل منا وحققنا نقطة أمام جماهيره لو لا عارض الضرغام إسماعيل لكان منتخبنا العراق اليوم فايز صورت الأخص أحداث الشوط الثاني من مباراة منتخبنا الوطن العراقي ونظيره العماني في افتتاح خليجي زين 25 في البصرة أكثر ثلاث لاعبين قدموا أداء ممتاز عمير العماري وبراهيم بايش وضرغام إسماعيل اليوم وصل رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم في فجيان انفانتينو إلى مدينة البصرة لحضور افتتاح منافسات كأس الخليج ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم رئيس اللجنة المنظمة لخليجي 25 عدنان درجال أول مستقبلين له بمعية وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقة ومحافظة البصرة يسعد العيداني ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب والرياضة ياد ابنيان والأمين العام لاتحاد الكرة القدم محمد فرحان لقطات من افتتاح خليجي زين 25 في مدينة البصرة صراحة كان مفاجأ وافتتاح عالمي وبرأي الشخص أجمل من افتتاح مونديال قطر بكثير افتتاح لخص تاريخ العراق وحضارته افتتاح عالمي يليق باسم العراق وسمعته رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الجاني مفانتينو يصفق لما شاهده من افتتاح مبهر لبطولة خليجي 25 في مدينة البصرة نشأ تكرم يقول استغرب من عدم منح براهيم بايش جائزة أفضل لعف المباراة هو اليوم لعب زين لكن مشكلته هو يأخذ الكرة ويطلع بها ركنية يعني يلعب لعف فردي ما أعرف وين يروح الزاوية شن رأيكم عدنان درجال حتى الآن ردنا منك افتتاح شبيه الكأس العالم ما ردنا منك أحلى وأقوى منه كل التوفيق لعدنان درجال شنون شفت مستوى منتخبنا الوطني العراق اليوم سيء أو متوسط أو جيد اكتبنا رأيكم ملعب البصرة الدولي قبل ساعتين من انطلاق حفل افتتاح النسخة 25 من كأس الخليج خليل بلوش عبر صفحته الفيسبوك يقول العراقي يعيش فرحة استضافة ابناء الخليج يعيش تفاصيل البطولة وكأنها ليالي العيد ونحن بدورنا نعيش هذا الشعور مع ابناء العراق من أجل اكمال فرحتهم بهذا الحدث دورنا العمل بكل ما نملك من أجل الخروج بصورة مميزة لخليج البصرة معاكم قلباً وقالباً يا أهل العراق والعراقي استاهل الفرحة عائلة أمير العماري كانت متواجدة في البصرة لموازرة المنتخب العراقي حباً تقلبل هنا وصلنا النهاية للفيديو سوي لايك للفيديو واشترك بالقناة فعل الجرس شارك المقطع لأصدقائك ليصلكم كل جديد كما معكم أناس في حمان الله نلتقى في فيديو الجديد